ماسمانيا لتسام تاليل انتم تسمعوا في معا حاتم على ايفام احلى راديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم هذا موعدكم اليومي معا حاتم حاتم اللي هو انا على ايفام اليوم لترنت لكن نحن اخر اميسيان في عام الفين وعشرين بمشتم تحفل راوند اب ومشتم تحفل في عام الفين قبل نهار من ايفام ، انا نذكر ايدي ميلادي ايفام التاسع قولوا لها جوائيوز انيفيق سيعقيد ايديك امبعاد هم ما تنسيش عزا اهلا بيك عزا وام تحيل وام قاعدة تخلق فيك شو قلت لي في الواح؟ نبزها بش تخرج؟ بإيمان الجدي اللي قاعدت وحدها مطيشة في الإخراج الرقمي واليوم قلت يا أنا فما جنديات الخافية اللي دي ما يخدموا معي اللي دي ما يعاونوني ودي ما يقصوا لزيكستري وحبيت نحياهم وحبيت زيدها خطر هم عاملين يعني يخدموا صحفيات لذلك ما عندهمش فرصة برشة بش يظهروا شقالت عزة غايرة منهم عزة شوية بعدش توجي عزة بحضين نعايتو للصديقنا لو تجي هو يشد الكونسول هكيك ها نبدا بالخرنية اللي التحقت بالفريق أماني مرحبي مرحبي أماني بالأو أماني بالأو أماني بالأو أماني بالأو هكيك بش ميطلعونيش برش عبين خاف مشوهر هاي اليوم أنت بجدو ها وديك فين أو قبل ما ننسى أطلع على فيسبوك كان فما معناهم مستمعين يتفعلوا معنا شوفوا كانت حبوا تسألوا حاجات زادة مرحبي بكم اليوم اليوم إميسيون خاص دونك أعملت صحافة أنت أماني 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 قوي اسمي كسوما ديما رأسين لإفيلاقب مشكلا معلقب هاي بدلوا كيف هيك سوما جي أس أو او أم أ مأفهم متحطش من شوما جسومة ليه في الأو أو جي أس مكر وزيه فاتيمة توكيب. اهلا بك. مرحبا. انتي زادة جندية الخافيبة وما تحضرش معنا ما تبدأ ملقايا الهني. فاضية شغل. اه. مدار بعد ساعتين. تالت خفايا به تالت خفايا. اه. انتي زادة عاملة صحافة ولا عاملة حاجة? لا لا نعمل يا شو سي عاملة ماركتينج. ماليش تعمل او بي? طوي كان عامل ماركتينج بوليتيك جيت نخدم في الماركتينج بوليتيك في الميسيون بوليتيك. داك اه. وقت اللي كنت انتي في الصيف مع خلود و سي سوفيان بديت معاكم وقتها. اه دك. وبعدك انتشرت في ايفين كل مرة في بلاسة كل مرة في ميسا. ديش سوفيان قزمني اه. بشي تقعد دي جمعتين في السبيتر والجار. اه. اطفع ليك وهو ربي فضل ازيد. استحيل صديقي. صديقي عشيري اذيك كنا يا حسن. مي غادسة مي. اه مي مساهل. هم اليوم ما عاونونيش تلابت منها انا مش فاركس معاي على تصوير اطفيتني اذاك عليش غلط. مرحبية. انا بدي اعملي بسي. انا بدي اعملي بسي. انا أنا زادة مشي تلا بروفيسيونيل تتعلم برشا حاجات تعلم أخلاقية المهنة تعلم الجنغ وكل دونك سي امبوخطان تاج بتعمل دي أسيس ببعض ودهالي فما دكتورات أو في دي بسي فما اي مش تعملو علي متكاملوا قريتكما؟ اللي انا ما عملش مستير دروشيخ عملتها مستير بروفيسيونيل دونك ما ننجمش نكامل دكتورات وعدنا هو تتفكر شكون كين الوزير سليم خالبوس قال وقت اللي مش نواليو النجمو حتى بمستير بروفيسيونيل نعملو دكتورات ما صالحات شاي ننتني أنا ننصحكم تقرأوا ومعني مش بالضرورة معني ما تقص على الخدمة ما تجمو تعملو حاجات بي نحكيوا شوي أخبار قبل ما نحكيوا أخبار دميل 20 ما يعني لك دميل 20 نقعد نحكي 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 آني في جملتين مالجرين ليسار الكل الوحي جاب قديمة هكا شدد روح وقوي مدين ما صار لنا حد شاي لباس وربي فضلنا عائلتنا وكهو مي انا دوميل فان خسرت فيه مامتي من اقرب العبيد واكثر العبيد اللي نحبهم في الدنيا اول حاجة هكا شوك ايموسيوني اي اول مرة نخسر عبد بالموت لحقيقة عبانيا ستت خيت وشان الله يرحمها البارح غلقة شهر من اللي توفيت لفنت نوف دوك ذيك هوا سينا تعلم تنخدم اي في معناها من الشير البروفيسيوني التعلم تنخدم في الكريز وقت الكورونا وقت اللي الدنيا ميك لبعضها موقف نيش بالعكس انا بروفي كوني كابل بش نقعد ونخدمو مالغري اي حاجة تنجم تصير في الدنيا رانا نجمو نخدمو نجمو نتحدي وستي اندي فيه ونجحنا فيه يا فامان اتي برني الميور راديو ولميور دائرة بتاع النقابة التفلة تالعها دوما يرسموك حال النقابة حاضر عارفين او اسمعوا في يدن النقابة وحدها كنا بخوفي كوني كابل دو تخفعي مالغريتو هوا برشا عن الامبخيسيون اللي عام صعيب وكل شاي اما جدتك اللي توفيت مثلا تصور جدتك اش عاشت معانيا حرب عالمية عاشت حرب تحرير عاشت صارو ديفامين صارت الجراد معانيا كل جنراسيون عندها صان لو معانيا متاع حتى عام ستين لو عندك تالف زبار كنواري بلو او حتى عام ستين لو عندك تالف زبار كنواري بلو وانتي معانيا مقشقجين عليها العبدو كل دونك فاما حاجات اللي تخسرهم ترباحهم معانيا ديما في حياتك ديما تسائل ديما قول معانيا اللي قبلي كيفاش كان عايش معانيا مغير ما نرجعو ميتين سنال تالي راه تلزع معانيا راه نتاوه معانيا اللي مش يعطس اللي يعطس يموت دونك طب الطاور فاما دي ماشين اكسيجين فاما تلاقيه دونك هذيك الكل حاجات ايجابية بيه اه دميل فان دونك اه شنوه اكثر اخبار انتي ماي اكثر اخبار هك شد انتي باك في في العالم مش في تونس في العالم في تونس كم تحب في العالم نحنا اخترنا الاخبار اللي نحب ونحكيه عليهم اليوم انا اكثر حدث اثر فيه هو وفيت جورج فلويد اللي من اكثر الحدث اللي اثار الضجة في العالم الكل الضجة بدأت في الولايات المتحدة الامريكية في خمسة وعشين مائي الفين وعشرين ووصلت للعالم الكل الحداث هذا عليه شي اثر خاطر كن نقراوه شوية كان نحلو العمق متاع الحداث هذا كيفاش عبد غينك خاطره اسود البشرة ينجم يموت في العالم عبيد وصل الضحات بحيتها عبيد وصل التحديد من الطرفين وصل التحديد انظمة كيملة نحكيه على روزا فارك نحكيه على مادن لوتر كينغ وغيرهم غيرهم غيرهم من قرن التالي ونستحار باش ناجم توصل منهار منهارات نتعايش ولكلنا مع بعضنا من غير ما تسير فامة افرقة لاحسب اللون لا لاحسب الجنس لا لاحسب الدين لا لاحسب حتى شي لليوم مزلنا باسم الدين الناجم ونموتو باسم الللون الناجم ونموتو نونك جورج فلويد اثبت اللي ما قدمنيش برشا مالو غزمان عبيد ميت تناكمين مزلنا ما قدمنيش الحكاية وقتها كنا نتفكروها شرطة اعتقلت وبتهم تستخدم نقود مزاورة بشيش لدخان نقود قيمتها عشرين دولار كهو بسبب العشرين دولار اذوكم شرطة ابيد البشرة اللي هو ديريك شوفان ومعها ثلاثة امنيين اخرين يحط ركبته على رقبة فلويد المدة تسعة تغيق كاملين لان جورج فلويد يموت شرطة هذا الخبار المؤسف زي دولي زي دي خليك تتأثر انه نهار تسعة عشرين ماي تسجن امان بعد اخذي حريتو سو قوشيان جودي سيخ في اكتوبر الفين وعشرين القوشيان هذي قيمتها مليون دولار وتوا في انتظار انه يتحاكم العام جيد دفعوهم مليون دولار دفعوهم شرطة ديك السيسيم امريكاني هو الفم عبيد كيمة تقول مثلاً منضيلا لوثر كينغ هم حياتهم معناها يعنوا في السياسة ويعرفوا عشنون قادمين كل شيء اما فما ضحايا ابرياء كيمة هو حتى بو روزا بارك بعدة يش ولد سامبول اما هي طلعت في الكهر ما خلاهواش قاعد قايموها ما خلاهواش تقعد بلاصم تاع بيض وفلويد كما قلت أنت يرجعنا مثلا الراسيزم يعود يطفو من حاجات من أبشع ما ينجم الإنسان يصير لهو اتخ فيكتيم دو غاسيزم يعني حاجة ما يمكن نحن ما نعيشو هاج يمكن مثلا كي تبدأ تعيش كي تمشي لبرة ولا تقرى لبرة تنجم تكون ضحية حتى معناها بكونك عربي كونك تخون جاي فامك زينوفوبي بالفعل أما هل ستم في تورنس؟ نعم نعلم إليس ماليزم هيا أهليزم حانيزم حانيزم ليس كما منيلك أها ملحظ stump الملحظم قد تبدأ الباب ما اجتباه جيدًا نحن يتخاف على بعض الثقافات نحن نعرف بشكل نوع منه في سد المثار ونحن نعرف كما يجب أن يجب أن يكون حاجة أنا فنين مسمي بوصف معناها معروف وشهرته لقبل كل خاتر لون بشرته معناها هو مش اسمه الحقيقي تسمى هكيك على خاتر لونه هكيك مازلنا نعيشو فيها هذية حكاية جورج فلويد خليت الحكاية تعودت بين العبد هناك الحاجات اللي خسار بيهم ترامب للإزلكسيان هو انتخابة الأمريكية في 2020 وخاصة بيش نحكي على ردود الفال كوزو سوا في البلدين العربية ولا حتى في البلدين الغربية شنوه اللي سارك اللي زاشتاغ اللي هبتو اللي دارو دونك بالحق لاحظنا في البريود هذي كأنه اللي خسو سوسو يعني شعلو منطقنا نحنا شعلو بالحق برشا يعني عباد اللي بور ولي كونتر ومش مش مش نحكي طويك على الردود الفعل الرسمية نبدو بالعباد النرمال فما برشا عباد كانوا بالحق يعني مرحبين بالفوز متاع بايدن ويتخيلوا أني هذية طوى مرحلة جدا بش تبدأ في أمريكيا والرؤية جدا وبش يصير تغييرات حقيقية وبرشا برشا هكا كومنترات في الفولي هذة فما زيدا برشا عباد كانوا كونتر ولي هما مناصرين ترامب زيدا عملوا برشا أشتاغ متاع مثلا رئيسنا ولي وفما زيدا عنا زيدا الاستاشو متاع ترامب على تويتر زيدا كيفاش قال انه هو يرفض وانه بش يصير فما طعن هو من الفوارق معنى عمرهم معنى من الحاجات القليلة للراوح حتى في بلدين أخرى وهي الديمقراطية عريقة والسيستام بتاعها معنى باتيكمان انفاييب بالمعنى حتى الحاجة الوحيدة اللي صارت فيها مؤاخذات وقتها بوش والجور وقت يوصلوا عملوا كونتاج متاع ليفواه وربح الجور في انتخابات تسعة وتسعيد دونك سيستام منظم يملق الرسام معنى ناجم واحد كما ترامب يرفض الريزيوتال تاوه وبراتيكمان مزين رافضها ونشوفو زيدا فما برشا ردود فعل رسمية كما مثلا بركب مع هنة فما زيدا عنا امانويل مكهون رئيس فرنسا زيدا كيف كيف هنة امير دولة قطر نائب البرلمين نائب رئيس الامارات ورئيس مجلس الوزراء برشا يعني اللي هنة حتى اللي هنة ولو يقيسوهما اللي هنة يلول اذكر او فيسع فيسع واللي هنة الاخر معنى مويفا قولا مش مويفا اي 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 معنى هكي باللز دونك الهنة زيدا نشوفو اكثر الدور لغيزو السوسيو في العب دور كبير في الزيلكشان والانتخابات توهل في الاربع خمسة سنين الاخرانين الانتخابات وليت لغيزو السوسيو معنى هنو بانيك لجيل اي دجا هذا هو سجي متع الممور متعي الممور دروشيرش على الانباكت تجوليساتي غيزو سوسيو على اي سورتو على الانجاجمان متع لسيطوين في الفيي بوليتيك نمشي وفاصل نمشي وفاصل انا شاكي بدرويش تسمعوني تراوني مع خلود مبروك في برنامج تسعين دقيقة كل يوم من نهار الاثنين لنهار الجمعة مع اصدقاء لادودين سوفيان بنحميدة وطارق الكحلاوي وخليل الرقيق اشتباكات ناعمة فما زاد جو في الموضوع ذا بناتنا مش نسيسوها انا على وزن مش نشنعوها مش عام مش اثنين هوني نحكي وعلى عشرة عمرها تسع سنين من اللي بدينا سمعتونا حبيتوا برامجنا الكل وتبعتونا في افراحنا ونجاحنا شاركتونا كنتوا مازلتوا وبش تقعدوا اوفوا احلى مستمعين في عيد ميلاد ايفام التاسع لقولولكم كل عام وانتو مبخير بالكدوات والربح ديما فرحاني من 28 ديسامبر لتليسة جافي الربح على طول النهار وفي لازم يسيو الكل ابعد اسم اس فيه ايفام على الـ 85-801 بش تكون واحد من الربحين سعر الاسم اس 960 مليم عيد ميلاد ايفام بمساهمت مصرف الزيتونة جيف دبرج مبروك شيل في باور مركادو.تن هابينيس انتمبرال كرياتور دنبيانس ويربول تونيزي دارتي ميك رينواز ايفام احلى راديو المسلسل اللي حقق اعلى ليصد مشاهدة في تركيا المتحصر على جوائز عالمية نحبه ومنسلم فيه يوميا ثمانية وخمسة وربعين دقيقة على نسمة قناة العيلة بمناسبة افتتاح زانيمو لكا ورأس السنة زانيمو لكا تودكم وتلالكم برميس 20% نهار 31 و 31 ديسمبر وتحط على دمتكم خدمة التوصيل المجاني الباب الدار زانيمو لكا 21 26 26 26 احلى ذحكة تذكركم امو كنص الليل تقولك المغمول ميت بالشر شنو الحل تسرقك الغريبة والبقلاوة ويروحوا لاحظهم كيروحوا في النص الليل ما تساعتين نوحوا ما تساعتين تعليم مع شفا ما كيران تاكسي ما جوراسيون دونك عائلة كاملة ترهم مبعين متعدين كي جمولة ستة سبع كيلو متر لاحظها اموك ومميتك وخالتك وزيدها اوبسيون السبات ضاربهم وابوكم القدام كي جملين يقولت فيهم اوبوكم القدام كي جملين نقل فيهم وما كيدان ضارب وصلو إلى كل الدار القيetingه لم يماتك فقدمت الله معا فرض وقت مئة عشريا سنية بدانها معاش فقد قد قد عندها سيق تقدم وسيق توخرك قاعد تسير بلاس و حطى اللغتها معاشي فائما عمرا بس مانيا لتسام تعلين انتم تسمعوا في معا حاتم على اي فام احلى غاديو أرجعني لكم في موعدنا اليومي يمكن اخر حلقة من عام 2020 2020 هو بو هو يقعدوا ارقام راهوا معنية لما هكيك نحن نتفقلوا بالارقام زيادة 2020 سنة سعيدة شكولي غالبية هذي اللي فامو ذا هلي مغربان ما نعرش معه اسمه بو ضبط ماذا يعملها قبل في الريفيان اي توا نسكول تتفقل بيه يبقى لك في الكل ساعة و المسيح حاجة مسكينة ساقافي بزيد عمل الواحد وعشرية عمل لما ما ضربتش عرفتو كتفول الصغير اللي كتفادلك معه مارة يقعد يعود لكتفادلك كيكا نسيب مغني لما ما حصل لش شرف بصناع فور فاما دي كومنتير على فاما كومنتير نحب نقراه لسياتم مغربي يقول لك حاتم بالحاش يقول لك حاتم بالحاج انت مؤثث برنامجك على ديستجيغ و سي في بي هل هي ثقة في نفسك لانت تنجح اي برنامج حتى لك كان بمتربسين ام هو تشجيع للكفائيات الشابة اللي هما بالحق مليانين بالنشاط والذكاء او قرار من الادارة بشي خالصوهم اقل من اصحاب الخبرة كان عندك شجاعة جوابني ورنيفان على فكرة كان عندي شجاعة ساعمت يزمكش برشة شجاعة بشي خاطر بول الكل هما معنا بشكون صريحة اه هو البرنامج ايجي عندك انت شجاعة عدالية مستدخل الناس تجيو لا بدل كون ركزت معي وعلي مزيستاني وفيش بشي جيو اه هو نحنا بدينا استانا كيفيش بديت انا ويك ماي دونك انت تخدم معايا عندك مكش عندي عاميين نخدم معايا عندك عاميين تخدم معايا ودونك نرتاح لك ونعرفك تفهمني عرماش وعلى ذك معني تم اختيارك ما يلازم علينا حد لدارة تحية لدارة فهمت ان حقيهم اين مكانو خط عنا برشة اي دارة نحن نتعرف كون اليدارة لدارة وان بلوس بعديش التحقت فاتيما اللي هي هي اختارت فاتيما زيدا بش تخدم في ايفام وفي الكادر متاع الميموار متاك دونك كي تخدم معانا دونك مرحبا بيها وعاونتنا بالكداخت زيدا ماي عندها برنامج اخر وكملت التحقت بينا ايماني زيدا اختيار مجبنكش بسيف ولا ما استغلينكش ولا فميت ضربين صوت ولا دونك وانا سعيد جدا بالعمل معاكم خطر في عمري هذين اتو صحيح كل تواضع ماني نجي بنعمل واحد برنامج مي ياخذ لي برشة وقت يحب الطاقة متاعي تقعد في التعليق وهما زيدا فرصة لهم هما نخدموا مبعضنا نحن نتناقش ومش حاجة تتعدى ما غير ما انا راهم وانتم تقترحوا عليا بعد ساعات قضية فاتيمة على عشرة فيديوية قد ناخو بعد ساعات ساعات تاخذهم كل ساعات تاخذ بيحد اتنين كمال يوم بعث الكبار امان بعض انا قررت خطر انك كلامني مهدي بالرافيا بوانا كلامته بش نسألو على غدوة قال لي لي رهي اليوم اخر حلقة دونك قلبت في خطيق وذلك هو يزم يكون متفاعلين مع المستمعين فماش سوي المحرج اخر شكو نحب يعرف على فما تعليق محليكم لحقيقة لسم ما نجمتش نقراها مليح والاخرين يتفعلوا معانا على المواضيع اللي كنا نحكيوا فيها من الانتخابات للغسيز مغير فما سألتني ريم عايشي يسألو حاتم ما يمسهل شنو دورها وكيفاش هي منتجة غادي هذي ذالي تسلك حاجة كيفاش عليش 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 اللي من الزيكستري وإلى آخره ودفرق سحاجة من يترقاها وإقتراح نحن نخدموني كيب هو الشكر كل يجيني لينا معناه يبعثوا لي يشكروني إينا وحتى السبين زادة ما ممنعين منه وانتم زادة واقع يعملونك الهزمة تفكرك الهزميتك يا بطولي بالألف هذا هو قانون اللعبة يجبنا نقبلوه وكل واحد راهو يعلق في التدام اللي هو فيه بيهي قبل ما نمشي ولمين يشوفه وش اختارت سنين فما برشا أحداث الكورونا بيانسور ما نحبش نحكي اليوم عالكورونا جوست توضيحات غضوة في الريفيان برشا أبو فما نبهو على الويتلا خط فما ويتلا حبو يعملوا دي سوري دريفيان وليميزان ديار معنية النيسوري تكره دار في بلاس دار كبيرة ويعمل فيها قعدة هو صحاب وكل شي رايو غودة بشترفر معنية وتعرفوا كي يد عليك الحاكم ويجاكم أكثر من عشر جو بانس معنية حدو العدد ده بعشرة دوك تحملوا مسؤولياتكم وتعرفوا رأو حاجة فيها اخطية ها كيك بش يد عليكم الحاكم شويك فرحان مش فرحان اما بش يفهموني هما معنية شنو معنية ها كي يد عليك الحاكم ينبه يفهموني برح تحية للامنيين اللي وقفوني برح كانوا لطيفين جدا تحية لهم باهي امين ودو يوقفكم الحاكم يد عليكم كلها تفاجعت دونك حاسم اليوم ما نخترت بش نحكي على انفجار اللي صار في مرفق بيروت اللي صار في اربعة اوت الفين وعشرين تحديدا متو فيه تقريبا الفين وقلت الفين عفوا ميتين واربعة شخص منهم ثلاثة واربعين مواطن سوري دونك ليش اين في لبنان وتصاب فيه اكثر من ستاليف وخمسمائة مواطن لبناني دونك في الحادثة ذايا ببرش عائلات خسرت ديارها درج انو نلقاو ثلاثة شخص قاعدوا بليش ديار في البريودة ذيكا والمحافظة بيروت قدر انو الخسائر المادية في الوقتها وصلت بين عشرة وخمستاشن دولار امريكي بخلاف انو ديجا وقت الاقتصاد اللبناني متضاضع كما نقوله احنا وتبين انو سباب الحادث هو انفجار الفين وسبعة وخمسين طن من نترات الامنيوم كنتم خزنة في المرفقة ذاكا عندنا فوق ستة سنين ومعنى ما ذاكارة حد 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 لامونيتر كما نقوله احنا ما تفكره حد 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 يعملوا بيه القنابل الريابيين ذاك يعملوا بيه اذاك عليش برشة الناس سميوها بيروت وشيما كيما وقتها فس الهيروشيما اللي صارت في اليابان تصور اللي طابع فينا ليه في ام تي في عليش اخترتوا معناها مركيك انتي خاطر اللي صار وقتها بالحق سيما لغو يعني العباد كيفاش كتتفرج وقتها في الفيديوهات وتفرج في تصور وتشوف العباد اللي ذرت وعباد اللي ماتت وتتفرج خاصة انك تشوف وقتها الاخبار في البوباشر العباد اللي تحكي بالحق تقعد في بيه اللي كيفاش وتوصل الانفجار يعمل هكا في العباد ويخسر ما يخسر واهم حاجة صارت انه وقتها سلطات التحقيق اللبنانية اتهمت رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين دياب وقتها ومعاه وزير المالية السابق ووزيري الاشغال العامة السابقي انهم هما اللي تسببوا في الانفجار هذا على خطرهم اهملوا النيتراتة ذا اللي 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 مخزن انكم متفكروا حتى حد قالوا لهم انتم مسبب في انه العباد هذو هو من با تردوه اللي يمتلوه لبعض هو من بعد عشر ايام قد المستقال هو ولا حكومه من با نحاول من با اقلوه دونك اتهموه وهنا اتهمني كما دونك هذيك بيروت انا مثلا اكتر حاجات مركيه دونك نجي للسياسة اكتر حاجة مركيه هي العام اه ما بعد البرلمان تشكيل حكومه الجومني اه ترفضت فخفيخ اه بعد يجي تضارب مصالح اه حكومة المشيشي حكومة الصدفة حكومة اه نعرفوش اه حكومة عجيبة وغريبة وميستريوس برشا اتعاش كون لوزير العين وشكون من ينجي وكيفيش لكن زادا في الفترة هذي الحاجات كي مو مركيه وزير اون اكزرسيس يتوقف فتحقيق هذي معني خطوة كبيرة وذي عشر سنين في ذهالي من صغار في العالم صارت صغار ما نحبش نعطي في العالم العربي معني يقيلوه ويمرميدوه اما وقتها حتى هو الايقالة صارت الصباح اما وقت المشيه هو معنيها توقف معنيها ادمنستراتيف ما بارلان يكون فاما الساعات بين الجوز قرارات اما يظهر لي معنيها تمت الايقالة نفس اليوم والايقاف ودونك الايقالة مكثرها خطر هو عرفو لي بش يقف ولا دجا توقف زيدا ايقاف رئيس حزب نبي القروي الجمع اللي يفيد زيدا ذهما حاجته جديدة القضايا وملحمة الفساد زيدا فخفيخ تصرف في الجائحة للناس اللي خسرت خطر نحن ديما نجانب الصحي السيفرية عنا برشة دي ديقاء لكن زيدا جانب الاقتصادي وعندك فكرة زيدا فاتمة برشة عبيد اللي بي امي اللي هوم تضروا الناس الاعانات اللي ممشيتش بلاستها فهم برشة لخبتها والرقمنا اللي زود متعلينا ونحن مش متحاضرين هذو ما من الحاجات كي يوم ما حكيه في تونس صعود زادا دستوري الحر اخر حاجة صارت هي حكاية الباسبور وذا هالي حكاية الباسبور خطأ سياسي كبير صار في مجلس النواب والتدعية تمتعه بيش تكون كبيرة صحب الثيقة محاولة صحب الثيقة من رشد غرنوشي لك هذو ما الكل اللي صار هوا حكيت ليبيا مزت ما كملتش دونك نجموا نعتبروا لمرحلة في التسوية لكن مش بالضرورة التسوية تقعد بتبعها هذو ما يمكن هام الأحديث لكن فهم أحديث مأساوية صارت طفلة طاحت في قمة طفل جمعة التالي معناها في الويكاند اللي فات طاح في حفرة مغير ما نحكيه على الاكسيدنات خطر نتفكر الاكسيدان لولوقت كان رئيس الحكومة يوسف الشهد حكاية العاملات اللي في الكمين وطبيب اللي تحبيه الاسنسر وطبيب اللي تحبيه الاسنسر زادة عندو بدر الدين العلوي الكار الكار متعمدون مش السنين كار عامني والعمدون مجد عاملت عامة في عاملت في تدعاب دونكي هذو ما معناها والطفلة رحمة اللي مروحة من خدمتها اللي تم اغتسابها وقتلها معناها الجرائم هذو ما اللي مجريمه زادة معنيها من عرش ما عنديشت موليبسيت بالتدقيق متعقبش اللي زادة متعصف فيقس اللي قتلوا أم وابو بو بو فارا ما عندو عندو خلال بسيكولوجي لكن زادة كان شدد الحبس على العنف معناها فهمة برشة لخبطة فهمة برشة هذية منصوب العنف والبركاج اللي رو فيهم البارح بتاع البركاج وحن ما نمتشد اللي بركيو ومنعتهم الكرهبة الحمراء اللي بركيو في طريق المالسي واحد منهم شدد دونك دونك ها العنف راهو الميزيريات والد العنف المقاربة الأمنية كما حكينا البارح برشة قلنا زادة المواطنين نراهو نحن نتعدي فهمة مرحلة يجب نقبلوا بها مجتمع المدني بش يخوا بلاسة كبيرة من مش صلاحيات لكن من معناه الحاجات اللي يلزم الدولة تعملهم مجتمع مدني كما في الإعانات كما في كل شي زادة في العنف التصادي العنف ما نحبوش نحن ناس نسلحوهم لكن زادة المواطن يلزموا زادة يحمي روحوا ويلزم عشا يزمنا نخافوا منهم وكما قلت معناه يزم هبا الناس الكل يزم هوا ما يخافوا منا خاطر نحن عليش هوا ما ميخذين لسندان خاطر نسكته ونخافوا ونباناليز تاكسي عبراكي وهر بيتي تاكسي ريس كمتاع خدمته ليه ليه ما يفهميش كلمة براكاج تبراكي حتى تفل مروح من المكتب براكاج معني هوا يلزم العباد تيقفوا يلزم الأمن يسي كونسنتر أكثر على حكاية هذية نحن ما نش طالبين بوليس وراء كل مواطن لكن طالبين وقت المواطن يطلب البوليس يلزم في ربع ساعة عربعة دراج يخلط له ما يقعدش وبعد ساعة نفهم مراهو لكن لكن فما حاجات أولويات يعني هاي يزم يسي كونسنتر على المشاكل الحقيقية مارادونا مارادونا عادرنا وي سنين برشة مشهير توفيه في 2020 ليست بوين عالي بيشو عنا ساعة أو الحاجة اللي هو تايمز ماجازين اختارت عام 2020 الأسوأ في التاريخ درجاء ومبعد بدينا نحكيه بشوي بشوي على في العالم الكل فما أكثر من مليون وسبعمائة الف شخص في العالم توفيه بالكورونا أكثر من ثنين وثمانين مليون إصابة في ستة وعشرين جنف يلفين وعشرين كوبي براينت حابت تحكى لها فاتيمة توفا اللي هو تحت به طيارة ليعب السلة الأمريكي وهذاك كان حاجة صدمة برشة خاصا محبيه ولا محبين كورت السلة الكل تصدموا برشة بالفيديو حاب برشة امريكا كنت مش تيجرني امريكا لاي ما نصور واللي كان صدم فيها أكثر اللي هو وبنته يعني مبعاظهم في الطيارة حاجة صدمة بالفيديو محبين كورتني ما نعطن فيه محبين يقف منها لك ويليس كذلك ولاتنظر يتحكي على حسم المثال لك أحسن مماثل عندك في العالم ولا في في العالم ولا في تونس ما نعرفش ما تعرفش ما نعرفش عزج طولك لا بالحق ما عنديش أحسن مماثل عندي أحسن سيغي أحسن شيلم أما أحسن مماثل قولك شقتلي في الكاسك بي عزتان تفيمو كنخش بهاي في سحقيس حسيلو برشا برشا فاما شادويك بوزمان اللي هو جاسد أول سوپير غو أسود البشرة في عالم مارف في فيلم باقي بلاك بانتر دوميل ديزويت وفا في دوميل ديغو ماردونا صاحب هدف يد الله في موديل ستة وثمانين والي احتسبوا الحكام التونسي علي بن ناصر هو زيد صاحب هدف القرن كما اخترته الفيفا عام الفين واثنين باولو روسي كيف كيف في السينما المصرية حسن حسني راجي جديوي المخرج السوري حاتم علي اللي توفى البرح في تونس جيل بيغ نقاش أحمد بن صالح السيدة نعمة زهيرة سيلم راجي بن عمار نحكي وزيدة على فقيد سيحة الأدبية كاميل زغبيني كلهم نحن نعمل لهم اماج كل ما نسمعوا بالخبار في معاحتم حكينا فيهم الوفيات حكينا على المسيرة فما برشا اللي عملنا كمام حكينا بالقضاء على المسيرة متاحهم كوزو سوا أدبية ولا سياسية ولا نظالية ولا فنية ولا اللي هو برشا عبد توفى في الفين وعشرين لكن كما كل عام هو راو كنجي ونحسبون يمكن كما تقول لنا كتبه واحد كتبه سيحة تصبحين لديهم لديهم كتبه قامي بزيدين كتبه، كتبه يدفع المسبب ٩ لديهم أيضه لديهم الجواب السباب كتبهوا فغلاستدار من قبل أن تبتت ingenمان وغراص أن لديهم ويجن على المغربة نعم، 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 نفعل معنى الحكاية بو انا نفهم راهو العبيد يقول لك انا حتى المستنس يقول لك فماريس كورونا كل شيء ما نعلمش كيفاش يزم يوضحوا انا ديما نطالب منهم معنى هاكب مثلا في التبرعات يوضحوا العبيد يسهلوا لهم يقولوا راهو ايجا انت يتبرع وان احنا نعرفوا بالتحليل ولا الى اخره دونك اه معنى ها دعوة للعبيد اللي مستنسة ولا اللي تحب تتبرع بالدم راهو فاما ستوك بتاع خمسة ايام واكم تراو اه نحن برشة مشيكل شوانت محلولة معنى ها الدم نحتاجوله في البلاد هذية بقى ساعات يطيحونا الدم وبقى ساعات يطلعونا الدم اما اموا اه فاما الدم مزيل مزيل فاما الدم تعرف اللي نحن ج بدنا على الفاكسن وقت هالبارح دونك اليوم فاما ايجابة اه على التساؤلات متاعنا على حكاية الفاكسن قال الدولة تعمل في مجهودات كبيرة معنى اللي قلناه ريت نحن شنو اللي شنو اللي انقضنا اللي دي طم اللعبات قلنا لهم انا تتفكر قالوا ديسمبر دمين فاما معنى حقا نبدأ وتلاقي نحن اخنان نحن نو نقضنا مد冷 دسمبر واعج قالوا هشمي الوزير هشمي الوزير هم هكيك ميحبوش يفجعون ومن اول لكي يزرع وبدأوا الوزير هشمي الوزير فهمة مجهودات بش نجيبه فهمة مشكلة فهمة مشكلة كبيرة معنى ماوش بش يخلطنا معنى نقعد ونعسوا على رويحنا هكيك الفقير راهو يلزم كتبدأ فقير يصبح تحاول ما تمرز حتى يتوكل حاجات فهمت ذاك الفقر نتأقلمه وجبدنا على ما عنديش الارقام البرح قلت في حدود عشرين في المية متاع التست اللي عملوهم في الشارع ماني اليوم سمعت سعاد عبد الرحيم قالت اللي فهمة لقاو الناس اللي هم الشيخين برويحهم عندهم الكورونا entre 15 17% صوف ك فهمة حاجة عدد فقبها يحب هيا سخاش خالب قالت مانيش انتستيوا في العبيد لكل نتستيوا في العبيد اللي عندهم اعرف اللي عنده سخانة ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش العدوى المجتمعية هي أكثر من 15 10% أنا مثلا من القرارات بعد دراس العام بش نمشي نعمل تست سيرولوجيك خطر شاكك في روحي يمكن معني تعديد درا برش عبيد بو جو في تريز اتنسيون لكن ترا برش عبيد ذال يزمنا نعملو لتسميه سيرولوجيك انتي فاهمة في العلوم فاهمة باكمات ماكسيمامي من وقتها مازلتا قفت تروحي في العلوم بحبنا أقرارك شوي لكماتيغ ايه شوي كوماتيغ اصدقائنا سي سيلم يقول لك راحتك وغيبك وسبوع كامل كان مفيد جدا والدليل العودة متاعك بأفكار وروح جديدة ودعو تكليل المتربسات فكرة ممتازة صديقك المستمع الوفي سيلم شكرا سي سيلم بحش عنا فم مادام نورة تعالق على امين يقالت لها البروبلم يتخي كمبليكس وليبان فاما متابع من الجزائر غاليليو غاليليو فاما يقول لك وقت ما نسمع برنامج نتمتع فاما سي سيلم مرة أخرى عود علق فاما هايثم اللي كان سألك علش دخلتنا نحنا معاك قالك ملا تواضع منك يا حتم وملا ديبلوماسية في الجواب حصلوا دخلتني من البيب خرجتني بالخوخة شكوني جدك اما بالحق ما حليهم لبنيت وان شاء الله ها ها وخلفين عليهم عليش تصعب فيها عليش تتنو عليش تنوخ بطيتي شيخ وعندك وعندك فيه قفيهم تحيالي فما زيدة مدام ناجيت كتبت استجاريت أذو ما أعطوهم أكثر حرية وساعة بثتا وتشوفوا العجب اي 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 اتبعتكم حرية معايا ولا لي انا الحرية فما زيدة تعليق اخر برنامج جميل وممتع وهدف ورجوع الى تقاط الشب بشاء اياد وعلى التفاعل لانو تكويني واعليمي من ميال بغاوو من عند سي اه ويدة مزنزن يقولك ميال بغاوو سي حاتم وما دام دي قالت مح ليكم وين ما معرفتش نقرأ اسمها قالترا اسمي حني مرحمة بكم الكل فما هايفم جمودة يزيدة يقول لكم الف كل عام وأنتم حيين بالفخير للي يسمعوا ولكم أنتم زيدة خاصة الفريق اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة يتعدي زي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة